بيقول ان في بعض الطرق الصوفية اهتمت بالمديح اكتر ما اهتمت بتعليم مريدين فتلاقيهم ايه يجتمعوا يعودوا يذكروا ويمدحوا وتانهم مشيين ولان الشيخ بتاعهم ما بيوش عنده ايه رصيد من العلم اللي بي يعرف يتلقى الاسئلة ويزيل الشبهات من ايه من ازهان مريدين معلش اصلهم معزورين لان بعض الطرق بيكون اسسها الشيخ من العلمة وبعدين العالم ده ماد جاء ابنه ورث من ابيه الصلاح والعبادة والذكر ومارس العلم فهمت بقى ازاي فانت بتقعد معاه حيقولك حاجة ما ما عرفهاش هيعمل ايه فاحنا نهيب لكل من ورث الطريق عن ابائه ان يأخذ قسطا من العلم حتى يزيل الشبهات من ازهان مريدين نهيب بذلك لان ده بيضع في الطريقة بعد كده وبيخلي المريدين ايه يسيبوا الشيخ ويدوروا على شيختان لانهم ما بيعلمهمش قاعدين طوله ناري يمدحوا خلاص لا لازم الشيخ اللي ربنا اقامه في مسئولية ايه التوجيه والارشاد بعد وفاة ابيه العالم عليه ان هو يأخذ قسط من العلم كافي يعرف يحافظ على مريد ابيه واقبال الناس عليه وان يزيل الشبهات من ايه زهان الحضور بساعتها يقوى التصوف وتقوى الطرق لاني الطرق بتضعف وتضمحل بسبب الحكاية دي تبص لاي الشيخ ايه ورث الصلاح ولم يرث العلم والناس محتاجة صلاح وعلم فهمش الصلاح بس يحتاج صلاح مع علم لان احنا في زمن فتنة وفيش ابوهات كتيرة بتحول بين العبد وبين اخبالي على الطاعة فلابد ان الشيخ يبقى عنده قدرة من العلم انه يدرك فتن زمانه وبعدين يحذر مريدي منها ويجيب لهم الادلة على ايه جوازي ما يفعلون لان ايه الاهل التصوف يكتمعوا على الذكر جماعة وجاهرا واحيان من قيام ومن قعود وكل ده معترض عليه الوهابية اعترضوا على الذكر الجماعي وعلى الجاهر بالذكر وعلى القيام أثناء الذكر وعلى يوم ايه لازم الشيخ فهمه مشروعية ذلك وان النبي فعله والصحابة فعله وانهم ذكروا جاهرين وذكروا ايضا ايه صامتين حتى بقلوبهم وذكروا ايه ايضا في سرهم فذكروا بكل الاحوال وذكروا قاعدين وقائمين وورد عن سيدنا علي لما وصفوه قال كان يميل في الليل ويبكي ويقول يا دنيا غردي غايري يا دنيا غردي غايري يعني بيميله ايه بقى المشكلة يعني وانت عايز تبقى زي السخرة كده قاعد كده تذكر ربك لو جدت تتحركت كده تبقى مشرك الايمان حيقع هو الايمان ايه مالينكو بايا هتقع حاجة وانا كرسي انا بني ادم كل مفاصل مفاصلي انا ميلة هقف شوية حسيت بكسل وحساس ان انا عايز انام او مامشي اذكر وانا ماشي علشان ايه اضيع الكسل والنوم لان طبيعة الانسان كده توفح حالك انت وانت بتذاكر مساعدت تذاكر تبقى قاعد عالكرسي كده يا سلام محترم كده وتقرأ شوية بصوت عالي وشوية تانية تروح جايب وراء وقلم وتحكات كل دي مذاكرة وشوية رجلك تنمل تروح مسك الكتاب وتتمشي تقرأ وتذاكر واخد بالك وشوية كده تلاقي نفسك دهرك واجعت ومتوقع تفقر كده وتذاكر كل ده بتعمله ايش معنى في المذاكرة ما اعتردتوش وفي الزكرة اعتردتو ما هو الذكر برضو مذاكرة بس مذاكرة لما ينفع في الآخرة وطبيعة الانسان ما يبقاش ايه ما يقدرش يقعد في وضع ثابت مدة طويلة طبيعته خلق من مفاصل واعصاب السبات على وضع ثابت يتعب هذي المفاصل ويخلي الاعصاب دي يضغط عليه يحصل تنميل في الاطراف فلابد ان الانسان يتحرك كده يبقى ذكر متحرك واشاكده يذكرون الله ايه قياما وقعودا وعلى جنوبهم يؤمن ما الشيخ يفهمهم الحاجات دي يقوموا ايه الاعتراضات اللي هي عندهم اللي بتصرفهم على اجتماع الزكر ايه ما تصرفهمش يجتمعوا وقولك دول شوية جهلة دول شوية ايه جهلة وخلاص يبين لهم برضو ان زيارة الاولياء الاحياء والاموات لا تؤدي الى الشرك لان الوالي اللي مات ده ده مات وربنا حي لا يموت ايه وجه التشابه بينه وبين الله يعني لكن الله يجري الخير على يدي من شاء من عبادة يجري الخير على يدي من شاء من عبادة وان الولي في برزخه ما زال ممد من الله ربنا بيقول لهم ما يشأون عند ربنا فاذا كان ما زال يمد من الله فلا بأس الذي يمد من الله في الدنيا بالمال بيمد غيره وبالعلم فبيعلم غيره فالولي ايضا في برزخه يمد من الله من الفضائل والفواضل والحقائق فيمد غيره بان يدفعه ايه في قلبه دفعا فتبص لي زيارة الاولية الميتين دول تنور قلبك ودي مجربة تروح هناك وبعدين تجيب لك هم على الطاعة والعبادة ده بيبقى الواحد من دول خارج ايه قبل ما يروح يزور الولي السجارة في ايده وقاعد يشتم ده ويعمل ده اول ما يروح للولي يروح طفي السجارة ويتمضمض ويروح هناك يجيب الكران يقعد يقرأ يعني ربنا سبحان الله تعالى بيقاروا قهرا على الطاعة ببركة حضور ايه روحانية الولي ودي ملاحظة ومشاهدة كل ده مشاهدة فهمت بقى ازاي فالحاجات دي كلها لابد ان كده تبين لهم ايه الاعتراضات اللي هي بيعترض فيها على فعل اهل التصوف ويتهمون اهم بالجهل ان هي ايه محد ايه واحد مثلا يجي ايه يقبل العتبة اللي هي ايه عتبة الشيخ طب ما هو في صحابي سيدنا بلال اكب على قبر النبي وقبله شوقا في خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب ودي معروفة سيدنا بلال بعد وفاة النبي مرة شعود في المدينة وقال انا مش هازن لحد بعد النبي ابو بكر يهديك يرديك يا بلال بحق عليك اعود معايا يا ابني واازن لنا راسقه الف سيف قال له خلاص توكل على الله فرح ايه مسافر الشام ومبقاش يازن لحد مات سيدنا ابو بكر جات خلافة سيدنا عمر في خلافة سيدنا عمر بعدها عدة سنوات بصوا لأ وبلال دخل عليهم المسجد ليه يا بلال ما اتسبتنا واعد في الشام يا بك قال رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال اوحشتنا يا بلال الله فرح جاي من الشام لحد المسجد واول ما دخل اكب على القبر يقبله هو يبكي وقول للصحابة عاديين ما قالولوش يا مشرك فهمت بقى ازاي كل ده دليل على ان هو بيقبل القبر لقرب القبر من المحبوب مش مسألة ان هو بيقبل القبر عشان هو هو التقبيل علامة العبادة طب ما احنا بنقبل الحجر الاسود بنعبده ده التقبيل علامة الحب والتقديس والتنزيه احنا مثلا بنقبل المصحف ده هو انت بتعبد المصحف يعني الطبعة دي طبعة مصحف الملك فهد بتعبدها ولا طبعة الحرامين لا انت بتقبله لما يحوي من كلام الله فالتقبيل ليست من علامات اصلا انك انت بتتعامل فيها مع البعبود سبحانه فلا تشتبه فهم يعني التقبيل دي علامة حب اظهار حب وفرط محبة ادي معناها مش اكتر من كده وتعظيم وتوقير وتبجيل ادي كل الحكاية فمن قبلها مثلا ده ساعات مثلا لما يبقى ايه حد عزيز عليك ولا والدك كده مات وتفتح دولبك كده تلاقي العباية بتاعتبوك وانت مش تقلو تاخدها في حضنك وتروح لبسها كده وتبقى ايه عايز تت يعني تفتكر ايام والدك حبا فيه ولا لأ لو شافك واحدة وابي ولك مشرك مشرك ايه يا ابني انا بحب ابويا انت مالك انت يا اخي هو انت عايز تدخل في قلبي فهي كلها غباوات كده غباوات وهابية مع هودة يعني واخد بالك فتاخد بالك من الحكاية دي يعني لازم بقى الشيخ يزيل هذه الشبهات علشان وانت بتعبد ربك كده ايه تبقى بتعبد ربك ايه على علمه على يقين بدون شبهة شكرا للمشاهدة